اعترافات صادمة هكذا كشف جنرال إيراني أسباب انهيار نظام بشار الأسد كشف الجنرال محمد جعفر أسدي نائب قائد قاعدة خاتم الأنبياء التابعة للحرس الثوري الإيراني والقائد السابق للقوات الاستشارية الإيرانية في سوريا عن تفاصيل صادمة حول الأحداث الأخيرة في سوريا مسلطاً الضوء على أسباب سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في موقف دفاعي غير مسبوق تصريحات بشار الأسد انهيار القوات وحالة الفساد وفقاً لتصريحات الجنرال الإيراني فإن بشار الأسد اعترف بنفسه بفشل قواته العسكرية حيث أشار إلى أن معظم عناصر الجيش السوري تحولوا إلى تجار مخدرات أو لصوص أو حراس يقبلون الرشاوة ولم تعد هذه القوات قادرة على حماية النظام أو الدفاع عن العاصمة دمشق من الانهيار وأضاف الجنرال أن الأسد أقر بفقدان السيطرة على الوضع الميداني وأن قواته لم تكن قادرة على صد أي تهديدات استراتيجية ما جعله يعيش حالة من الخوف والارتباك المتزايد الموقف الإيراني والإسرائيلي تناقضات وتهديدات فيما يتعلق بالمساعدات الإيرانية كشف الجنرال أسدي أن الأسد تردد في طلب الدعم الإيراني خلال الأحداث الأخيرة خوفاً من تصعيد التوتر مع إسرائيل وبحسب التصريحات فإن تل أبيب هددت النظام السوري بتداعيات خطيرة في حال تلقيه دعماً عسكرياً إيرانياً وأوضح الجنرال الإيراني أن إسرائيل استغلت هذا الموقف لتوسيع عملياتها داخل الأراضي السورية مشدداً على أن الهدف الإسرائيلي الرئيسي هو تجريد المنطقة من السلاح عبر تدمير البنية التحتية الاستراتيجية والأسلحة السورية الدور التركي وحسابات الأطراف الدولية وعلى الجانب الآخر أشار الجنرال إلى أن تركيا كعضو في حلف شمال الأطلسي الناتو تنفذ أجندة الغرب في المنطقة حيث تعمل الولايات المتحدة على إدارة العمليات من خلف الكواليس وأضاف أن هناك مخاوف من أن تستغل تركيا لانقسام الداخلي في سوريا لتحقيق طموحاتها الجيوسياسية طويلة الأمد ما قد يؤدي إلى تقسيم البلاد رؤية إيران وحدة إسلامية أمصرعات داخلية وبحسب أسدي فإن المرشد الأعلى الإيراني يمتلك رؤية عميقة حول أوضاع المنطقة ومن المتوقع أن يلقي خطابا قريبا لتوضيح الموقف الإيراني في ظل هذه التطورات وأكد أن منطقة الشرق الأوسط غنية بالموارد وأن وحدة الدول الإسلامية يمكن أن تشكل قوة ضغط على الغرب وأشار إلى أن مجرد إغلاق الدول الإسلامية لإمدادات النفط لمدة أسبوع واحد فقط يمكن أن يسبب صدمات كبيرة في الاقتصاد العالمي مؤكدا أن التحديات الحالية لا يمكن مواجهتها إلا بتكاتف الدول الإسلامية ضد المحاولات الغربية لإثارة الفتن استنتاجات ختم الجنرال أسدي تصريحاته بالتأكيد على أن الأحداث الأخيرة تظهر بوضوح أن الولايات المتحدة وأوروبا تعملان على خلق احتكاكات بين دول المنطقة وأنه بفضل قيادة المرشد الأعلى تم التصدي للعديد من هذه المحاولات خاصة في عام 2022 الأيام القادمة قد تكون حاسمة في تحديد مصير سوريا والشرق الأوسط بأسره اشتركوا في القناة